موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائنا المشاهدين إنما كنتم أهلا بكم نشرة إخبارية مفاصلة من تلفزون الجيوتي نستهلها بأبرز العناوين رئيس مجلس النواب يقوم بزيارة ودية لسفارة المملكة العربية السعودية شركة مودرنا تتعاهد بتقديم 110 ملايين لقاح لإفريقيا من مقدمة نشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم على رأس وفد رفيع المستوى قام رئيس مجلس النواب قام رئيس مجلس النواب سيد محمد علي حمد صباح اليوم بزيارة ودية لسفارة المملكة العربية السعودية في جيوتي وكان في استقبال رئيس البرمان صفير خادم الحرمين الشريفين سيد عبد العزيز بن عبدالله المطر وأقرب معاونيه هذا وفي مستهل زيارة قام سيد محمد علي حمد بالتوقيع على سجل الذهب للسفارة السعودية مثمنا على العلاقات الأخوية المتميزة القائمة بين جمهورية جيوتي والمملكة العربية السعودية وفي إطار هذه الزيارة عقد الجانبان لقاعا قصيرا تبادل من خلاله الحديث الودية فضلا عن استعراض أوجه التعاون المشترك وخصوصا في المجال البرلماني ورحب صفير خادم الحرمين الشريفين برئيس مجلس النواب والوفد المرافق له وشكره على هذه الزيارة التي تعكس مده اهتمامه بتوطيط علاقات التعاون كما اغتنم الدبلوماسي السعودي هذه الفرصة لتقديم الشكر والامتنان للسلطات الجيوتية على الدعم والتسهيلات التي حظي بها طيلة فترة عمله في جيوتي ما مكنه من تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات اهتمام المشترك من جانبه شدد رئيس مجلس النواب على أهمية الجهود الملموسة التي بدلها صفير السعودي خلال السنوات الأخيرة والتي أسامت بفاعلية في تطوير التعاون المشترك وتجدر الإشارة إلى أن هذه زيارة تأتي عقب يوم فقط من تكريم الصفير السعودي من قبل رئيس الوزراء رئيس الحكومة بالإنابة بوصام السابع والعشرين من يونيو تغديرا لمساعيه الحميدة لدفع علاقات البلدين نحو آفاق أرحب وأوسع كما تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي قبل فترة وجيزة من الزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان الجهوتي إلى المملكة العربية السعودية في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وفي ختام هذه الزيارة أكد رئيس البرلمان الجهوتي سيد عبد العزيز من عبدالله المطر والذي بذل قصارى جهدي لتطوير التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات وأضاف قائلا تندر جهدي زيارته في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المتميز الذي يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الأخوية بين جهوتي والمملكة شهدت في الأونة الأخيرة نموا مضطردا بفضل قيادة الحكيمة للبلدين ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية سيسمع المرقل وخادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رعى معالي وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البلومان سيد حسن عمر محمد برهان فعاليات اختتام التمارين تتعلق بكيفية استخدام الأسلحة النارية والذخائر إلى جانب دولة في مجال الرماية وذلك لصالح كتيبات الرماية والذخائر والمدرعات ولدى وصول وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البلومان سيد حسن عمر محمد ورئيس يهيئة الأركان العام للقوات المصلحة الوطنية الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم على مسلم روحية سقبلة من قبل العقيد طاهر حسن أبديد قائد كتيبة المدرعات والعقيد وجدي جامع موسى رئيس المراسم في القوات المصلحة الوطنية كما حضر هذه المناسبة على عقيد طاهر علي محمد رئيس أركان الدفاع والعقيد إبراهيم علمي رئيس أركان الدرك الوطني بالإناب والعقيد عبد الله عبد الفارح مدير عام الشرطة الوطنية والعقيد وعيس عمر بقرر قائد خفر السواحل وكبار طباط هيئة الأركان العامة للقوات المصلحة الوطنية وجدت هذه المناسبة في معسكر الشرع عثمان حيث تم عرض مهارات قتالية من قبل الكتيبة المدرعة المستفيدة من هذه الدورة التدريبية ومن هذه التمارين وتأتي هذه الخطوة في إطار تدريبات منتظمة التي تقوم بها الكتيبة المدرعة من القوات المصلحة الجوتية من أجل الحفاظ على مستوى عالي أمن الوطن عبر العمليات التي تم تدرب عليها لإحباط جميع التهديدات التي قد تواجه البلاد كما يتألف هذا التدريب من دورة لإطلاق النار بالذخيرة الحية للوحيدات المدرعة وعرض مناورات مشتركة نطابع تهدي المناسبة في معسكر شاء عثمان حيث تم عرض مهارات قتالية من قبل الكتيبة المدرعة المستفيدة من تمارين تتعلق بكيفية استخدام الأسلحة النارية والشاملة إلى جانب الدورة في مجال الرماية وذلك لصالح كتيبة المدرعة والرماية والذخيرة وشارك في هذه المناسبة رئيس وهيئة الأركان العامة للقوات المصلحة الوطنية الفريق الروكن لذكرية الشيخ إبراهيم وكذلك رعاها وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان سيد حسن عمر محمد برهان حيث حاضر أيضا هذه المناسبة على عقيد طاهر علي محمد رئيس أركان الدفاع إضافة إلى طباط رفع المستوى وفي ختام هذه المناسبة تم تقديم عرض عملي من قبل الكتيبات المدرعة المتدربة حيث تابع وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد حسن عمر محمد تابع عن كثب هذه المحاكات بعرض السمارين الذي قامت به الكتيبة المدرعة والتي تتضمن تحركات عربات المدرعة وإطلاق النار على أهداف مكتشفة على الأرض وإن الموضوع المختار لهذه المناسبة هو عدو المهمين تصل إلى المنطقة وتعين تحييده والتعامل معه وتحقيقا لهذه القاية تم الاستيلاء على العديد من الوصائل المتنقلة المدرعة بالكامل بما في ذلك مركبات النقل المدرعة والدبابات لدفع العدو والمدافع الرشاشة الخفيفة أيضا ويتألف هذا التدريب من دولة لإطلاق النار بالذخيرة الحية كما يهدف إلى تدريب الوحدات المدرعة في مناورات مشتركة وتمرير إطلاق النار من أجل الحفاظ على مستوى عالي من أمن الوطن لطبع موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تعد هذه القوة قيادة ديناميكية مسؤولة عن العديد من العمليات بما في ذلك لسجابة الطارئ للتهديدات والتعاون ومكافحة التطرف والإرهاب لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وتأتي هذه زيارة الأولى للجنر الولي يامزانا مع الجنر الزكري الشيخ إبراهيم في طارئ اتصالاته بسلطات العسكرية بهدف توصيع الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية جوتي والولايات المتحدة الأمريكية ورحب الفرق الروكن لذكري الشيخ إبراهيم في خطابه بالجنر الولي يامزانا في جمهورية جوتي أرض اللقاء والتبادل ثم أشاد بعلاقة صداقة المتميزة بين الجيشين الأمريكي والجيبوتية عقد المؤتمر الوزاري الافتراضي التاسع لمبادرة القرن الإفريقي للتكامل الاقتصادي الإقليمي برئاسة وزير اقتصادي والمالية المكلف بصناعة سيد الاسموسي الدوالي بمشاركة شركاء التقنيين الدوليين حيث سمح الاجتماع للوزراء والشركاء بدراسة المشاريع المنفذة في إطار مشروع التكامل الاقتصادي الإفريقي وأكد الوزراء بالإجماع على نجاح المشروع وهنا شركاء وزير الاقتصادي والمالية سيد الاسموسي الدوالي على قيادته الفعالة للمبادرة على مدى العامين الماضيين وتقديره وتقدير الجهود التي لا تدقل الحكومة جيبوتية أي ثمن رعى معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهنية سيد مصطفى محمد محمود صباح اليوم في أروقة مركز البحث والإعلام والإنتاج كريبان حفلة تسليم أكثر من 40 ألف من المستلزمات المدارسية من قبل اليونسيف مخصصة لمدارس التعليم الأساسي خمسة آلاف منها مخصصة للأطفال اللاجئين وحضر الحفلة ممثلة اليونسيف سيد مالفا جونسون وكبار كوادر الوزارة بالإضافة إلى عشرات من مدارس المدارس الأساسية ويذكر أن منظمة اليونسيف دائما تمنح هيبة المكونة من الأذوات المدارسية للمدارس الأساسية في كل عام وتساهم هذه الأذوات في جهود تعزيز السياسة التعليمية وجودة العملية التعليمية التي تتماشى مع خارضة طريق رئيس الجمهورية سيسماعيل أمرقلي في ترقية التعليم هذا وغتنمت ممثلة اليونسيف سيد مالفا جونسون هذه الفرصة للإشادة بجهود الحكومة وخاصة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتي جعلت من أولوياتها توفير التعليم لجميع الأطفال وخاصة الأطفال البسطة في المدارسة وفقا لحق الأطفال في التعليم وأكدت من جديد أن اليونسيف ستواصل العمل بشكل وثيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لدعم سياسة التعليم الشاملة وقدمت شكرا المتنان لكافة المشاركين في هذه المناصبة لتصلم مسلزمات المدرسية المخصصة للطلاب الدارسين في المدارس الأساسية وفي كلمة له قدم معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سيد مصطفى محمد محمود الشكر والامتنان لمنظمة اليونسيف التي قدمت هذا الدعم الثمين والتي تواكب دائما جهود الوزارة لتوصيل التعليم الشامل للجميع وخاصة تحسين الظروف المعيشية والدراسية للطلاب في جميع أنحاء البلاد وأكد الوزير المصطفى على أهمية هذه الأدوات المدرسية المكونة من حقيبة المدرسية والدفاتر والأقلام وجميع المسلزمات المدرسية الضرورية والتي تمثل هيبة مخصصة للأسر الفقر وأشار إلى أن سيدة مالفا جونسون لا تتدخل جهدا لأجل مساهمة المصاعي الحثيثة للوزارة حيث تعد منظمة اليونسيف من الشركاء المهمين في التعليم ودعا وزير تربية الوطنية والتكوين المهنية سيد مصطفى محمد محمود مدراء مدارس التعليم الأساسي بالتوزيع الفوري لهذه الأدوات المدرسية على الطلاب وذلك في مدارسهما هذا ورصدت كاميرا تلزون الوطني انتباعات المشاركين في هذه المناصة ونطابع يزن زيد محسن مدير مدرسة حي قديدة في الحي الثاني يشارك فينا اليوم أن نكون في يزارة تربية والتعليم لتوزيع حقائب المدرسية لسنة 21-22 لطلاب المدارس لجمهورية الجيبوتي أو يكون في العاصمة أو في خارج العاصمة وهذه الأدوات تتكون من كراريس وأقلام وكتب لكون الأطفال مرتاحين هذه السنة في دراستهم السنوية شارك معالي وزير البنية التحتية والتجهيزات سيد حسن محمد إبراهيم صباح اليوم مناصمة ترتيم التعاون القائم بين طيران المدني الجيبوتي مع طيران المدني الفرنسي وذلك بحضور القائد الفرنسي باتريس مغلاء ويساهم القائد باتريس مرناء الخبير في مجال المطارات في جهود دفع وتعزيز مجال الأمن والهجرة ويأتي هذا التعاون بعد توقيع اتفاقية شراكة أمنية في المطارات بين جيبوتي وفرنسا وشهد الحفل مشاركة صفير الفرنسي في جيبوتي سيد أغنو قيلوا ومدير عام الطيران المدني سيد داود علي عبدو وفي كلمة له في هذه المناصمة أشار الصفير الفرنسي إلى أن مشروع المشترك للتعاون يهدف إلى ثلاثة هداف عامة ورئيسية الدعم القانوني للدادة العامة وتعديد إطار لمهام المراقبة وتعزيز قدرات متصب سلطة الطيران المدني وتوفير الأمن في جميع المجالات وإن هذه المؤاهدة للشراكتات في إطار الالتزام للنقل الجوي أو الالتزام المتبادل بين جيبوتي وفرنسا في هذا المجال الاستاتيجي للنقل الجوي وتنرج في إطار التعامل والدراسات التي أجرت في تطوير المطار الحالي أو بناء مطار جديد وإنه مشروع طموح لجيبوتي حيث تلقب فرنسا والمؤسسات الفرنسية دون شك أن تعزز مكانتها لدعم سلطة الطيران المدني من جانبه رحب وزير البنى التحتية والتجهيزات سيد حسن حمد إبراهيم في كلمته بهذه الاتفاقية وأكد على أهميتها لجمهورية جيبوتي وقال إن التعاون والدعم المقدم من قبل فرنسا لصالح الطيران المدني هو ليس إلى البداية وقد خطى هذا التعاون مرحلة إضافية وذلك من خلال توفير خبير يقوم بتقديم الدعم والعاون للطيران المدني الجيبوتي في جميع مجالات الأمن والهجرة وإن طيران أن المدني قد أحرز نتائج مرضية خلال جلساته السابقة ومن خلال أيضا وصول خبير لتزويد المفتشين لهذه المؤسسة القدرات حيث سيعمل يوميا بتحسين الأمن في مجمل المطار كما أن خبرتكم في مساوة عزيز القدرات في مجال الموارد البشرية لأمن المسافرين وحقائبه وحماية مساحة الأمن في مدرج الشركات الجوية آلية جدا استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيدة أولوف إسماعيل عبدو أمس الأول اثنين في مكتبها بالمجمع الوزاري الممثلة الجديدة للوكالة الفرنسية للتعاون الدولي في جوتي السيدة هيلين فيدون وتم خلال المقابلة التي شارك فيها مسؤولون من الطرفين تبادل الأحاديث الودية واستعراض المشاريع التنموية المنجزة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعي والتضامن بدعم من الوكالة الفرنسية كما تطرقت بشكل مفصل للسجيل الاجتماعي وآلية التحديد والمطابعة فيما يتعلق بالفئات البسيطة في المجتمع والنوافذ الاجتماعية والتي تشكل بوابط للاسفادة من مختلف البرامج وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعي والتضامن كذلك للدور الكبير الذي تنهض به الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية المتخاصصة في تطوير من التحتية الأساسي إلى جانب الصندوق الشعبي للإدخال والقروض المعني بالشمول المالي للأسر الفقيرة وشددت على ضرورة المضي قدما في الجهود الرامية لتعزيز التمكين المجتمع عبر إيجاد حلول الاندماج المتمثلة في توفير القروض الميصلة وإنشاء الأنشدة المديرة للدخل وفي الختام استشرف الجانبا أفاق التعاون الثنائي في المجال الاجتماعي في جهود من قبيل إطفاء الضابع الاحترافي على الدعم الاجتماعي ومساندة الهيكل المهني بتحسين أوضاع الأشخاص المسنين برعاية عمدة مدينة جهود يا سيدة فاطمة والعثمان انطلق الصباح اليوم فعاليات الحملة الواسعة لغرس الأشجار وذلك في بلديات العاصمة ويتكون برنامج وغرس الأشجار من زراعة أكثر من 40 ألف شجرة ذل ممنوحة من وزارة الزراعة في جامعي عن حي مدينة جوة والأسيما على الشرايين الرئيسية وفي مراكز التنمية المجتمعية والمدارس وجلت هذه المناصبة بحضور مسؤولي البلديات ومثل وزارة الزراعة والتربية الوطنية وخلال حفل إطلاق هذه العملية واسعة النطاق التي جلت في مركز التنمية المجتمعية الكائن في الحي الثالث في بلدية بلعوص وانتهت فعاليات الحملة بتوزيع أوان من أشجار لزراعتها على سكان حي النصيبة التابع لبلدية بلبلة وتهدف هذه اللفتة إلى تحصين صورة العاصمة وغرس الأشجار في الشرايين الرئيسية في العاصمة والبلدات التابعة لها كما شارك في هذه المناصبة العديد من المسؤولين من العمدية وكذلك من وزارة الزراعة إضافة إلى الطلاب الدارسين في مختلف المدارس الأساسية حيث قاموا بغسل الأشجار في الضرقة الرئيسية هذا وشملت هذه الحملة كافة البلدية الكائنة في العاصمة الجيبوتي حيث انتهت بتوزيع أوان من الأشجار لزراعتها على سكان حي النصيب التابع لبلدية بلبلة حيث تم توزيع هذه الأشجار لكافة السكان القاطنين والمجتمع القاطن في حي النصيب الكائن في بلدية بلبلة من قبل عمدية مدينة جوتي حيث تمت برعاية عمدية مدينة جوتي سيدة فازم عوالي عثمان حيث انطلقت هذه الفعاليات صباح اليوم لغرس الأشجار وذلك في بلدية التابعة في العاصمة أجرى فريق من المصلحة الوطنية للمياه وصرف الصحي بتعاون مع بلدية بلبلة يوم أمس بعمليات تفكيك شبكات توزيع المياه مخفية تستخدم لتوصيل المياه بصفة غير قانونية وذلك في منطقة برواقو أو في حي برواقو وخلال هذه العملية وقف فريق المصلحة الوطنية للمياه وصرف الصحي عن كتب عملية احتيال تم تنفيذها من قبل بعض الأسر حيث قاموا بتحديد وإغلاق قنوات إمدادة المياه لسكان هذا وقام فريق المصلحة بإغلاق المياه المتصربة والتي قد تتسبب في تراكم المياه الراكدة في الطرقات والتي تضر سحة المواطنين كما يمكن أن تكون هذه المياه مزدرا للأمراض مثل مرلاريا وكولورا وحمة وقاد هذه العملية رئيس قسم إغلاق المياه سيد علي محمد آسو الذي حذر السكان من كل أنواع الاهتيال هذا هو رسلت كاميرا تلزون الوطنية طبعات للمسؤولين من المصلحة الوطنية للمياه وصرف الصحي حيث أشار مدير قسم إغلاق المياه في هذه المناسبة لأنه تم اتفاقه مع بعض المسؤولين من أعضاء الحكومة وشرطة الوطنية على قدعي عن أبيب المياه عن البيوت التي كانت تصب المياه على الشوارع تلقينا ببالغ للحزن والأسى نبأ وفاة المرحومة فاطمة عمر دبت والتي وفتها المنية أول أمس الثنين في مدينة بورما عن عمر ناهزة ثلاثة وثمانين عاما وكانت المرحومة من موالدة عام ١٩٣٨ حيث تركت وراءها ابنين وتسعة عشر أحفاد وثنين أربعين من أولاد أحفادها وكانت المرحومة أما لزميلتنا الموظفة في القناة الجووتي الثانية جواهر حسن جامع فبهذا المصاب الجدل تبعث إدارة من أسوية الإدارة والتلزون الجوتي ومجمل المهضفين أحر التعازي وخالص المواسع سألين المولى عز وجل عن التغمد الفقيدة بواسع رحمته ويطقلها فسيع جنانه وجلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه وراجعنا من الصاحة الوطنية إلى الصاحة الدولية أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أنها تخطط لرسال جروعات تصل إلى مائة وعشر ملايين جروع من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى إفريقيا وذكرت الشركة حسب ما أوردت صحيفة ذهيل الأمريكية أنها سترسل أول 15 مليون جرع من اللقاح بنهاية عام الجاري ومن المتوقع إرسال 35 مليون جرع خلال الربع الأول من عام 2023 وإرسال 60 مليون جرع أخرى خلال الربع الثاني من العام الذاتي وعشارت موديرنا إلى أنه يتم الآن طرح الجرعات بأقل سعر متدرج لدى الشركة بدوره قال إسترايف المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي المعني بفيروس كورونا إن هذا الإعلان يمثل انتصارا للدول الإفريقية التي أعربت عن إحباطها بسبب احتفاظ الدول اللغنية باللقاحات لنفسها وتأخير عمليات تسليم إلى هنا عزائل المشاهدين تنتين نشراتنا الإخبارية نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر